يسعد صباحكم طلاب الصف الرابع الأساسي اليوم هو الأربعة تاريخنا اليوم هو الثامن والعشرون من شهر عشر لعام 2020 عنا اليوم الدرس الثاني وهو استخدام مواد العناية بالمظهر الشخصي وأدواتها هل عنا الأدوات الشخصية بتختلف حسب الغرض من استخدامهم ويجب العناية بها والمحافظة على نظافتها لأنه إذا ما حافظنا على نظافة هاي الأدوات رح تسبب ليف مشاكل اليوم سوف نتكلم على أدوات العناية بالمظهر الشخصي يلا يا حلوين خلينا نفتح كتاب التربية المهنية على صفحة 35 حتى نجاوب على الأسئلة الواردة عنا العديد من الصور رح نحكي عن استخدام كل صورة من الصور عنا الصورة الأولى ماذا تشاهد في هذه الصورة وشاهد صورة موشت موشت اسمه موشت لماذا نستخدم الموشت يا رابع؟ أحسنتم لتسريح الشعر وتمشيطه استخدامه لتسريح وتمشيط الشعر انظر إلى الصورة الثانية ماذا تشاهد؟ صورة اسمها علاقة ملابس لماذا تستخدم؟ لتعليق الملابس في خزانة الملابس حتى أعلق ملابسي ننتقل إلى الصورة رقم ثلاثة ماذا تشاهد؟ فرشة ومعجون لماذا نستخدم الفرشة والمعجون؟ لتنظيف الأسنان أحسنتم ويجب علينا تنظيف أسناننا ثلاثة مرات باليوم صباحا وظهرا وليلا قبل النوم أيضا ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أشاهد مقص أظافر لماذا نستخدمه لتقليم الأظافر وبردها أيضا ماذا تشاهد في آخر صورة؟ أحسنت اسمه ملمع أو فرشات أحذية لماذا تستخدم؟ لتلميع الأحذية برافو يا مز رح نكتب هذا على الكتاب وبرجع بحكي لكم يا رابع هاي الأدوات كل أداء لها استخدامها الخاص فيها ولازم نحرص على نظافتها بالدرجة الأولى وهلأ رح نحكي بشكل سريع يا مز هلأ أنتوا غير مطالبين أن تحفظوا كل التفاصيل بس أنا رح أحكي بشكل سريع عن تسريح الشعر والعناية به بس بدنا نعرف أن التسريح الشعر أنه نتفرج على الصور صفحة 36 و37 بشكل سريع غير مطالبين فيه أنه لازم بس أمشط شعري لازم أختار المشط المناسب أو الفرشاة المناسب لشعري وما تكون أسنانها حادة حتى ما تقذي فروة الرأس والشعر عندي أيضا لازم أمشط شعري وأبلش من مؤخرة الشعر من آخر للرأس حتى أشيل التشابق في الشعر أيضا إذا كان شعري طويل لازم أبلش في الأطراف بعدين الأوسط بعدين الجذور بعدين عندي هون لازم أمشط شعري بعيدا عن المكان المخصص في الجلوس يعني مش أجي أنا أمشط شعري وإحنا بالمطبخ أو مثلا بالقاعدة بورفة الجلوس لا لازم أمشط شعري لا بالحمام هو المكان المفضل أني أمشط شعري بالحمام بعدين عندنا هون آخر شي لما أنظف أخلص تمشيط شعري لازم أجيب فرشاي وأنظف الفرشاة أجيب مشط وأنظف الفرشاة من الشعر هون أنا حكيت بشكل عام عن تمشيط الشعر أنه كمان مهم أني أمشط شعري أنه بساعد على تمشيط الدور الدموية وتدفق الدم إلى جذور الشعر هذا رح تتطرقوا إلو بصف سادس بشكل أوسع غير مطالبين فيه حاليا بس بشكل سريع أنه نتعرف على أهمية تمشيط الشعر والعناية به ولازم نهتم أهم إشي يامس أنه نهتم بنظافة شعرنا لازم نهتم بنظافة شعرنا أنه نحممه بالماء والصابون ونشطفه منيح وننضفه بماء فاتح هلا هون يا رابع بصفحة 38 للي بده حاب عنده جرايد وعنده كتب من صف رابع قديمات حاب يعمل هذا النشاط يعمله ما بدك تعمله هذا الإشي برجع إلك ما عندي أي مشكلة ننتقل هون إلى نصائح وإرشادات العناية بالأدوات الشخصية ومظهر العام لدينا مجموعة من الصور الصورة الأولى أنه لازم تكون ملابسي مرتبة تطلوا على الصورة كيف الملابس مرتبة ولازم أهويها بين فترة وفترة هون لازم أرتب ملابسي في المكان المخصص فيه وما ألقيها على الأرض لما أروح من المدرسة أشلح أواعي المدرسة أعلقهم بالخزانة بمكان مرتب ما بصير أمسك مثلا بيجامتي الصبح وأرميها على الأرض لأ لازم أصفتها وأحطها على التخذ أو بالخزانة الصورة الثالثة هون لازم أرتب كتبي ودفاتري وأدوات المدرسة في حقيبتي طلعوا كيف الطالب حات كتبه وفي حقيبته يعني على البرنامج زي ما كانت المامة تعمل لكم عندنا هون لازم أستحم مرتين في الأسبوع على الأقل يعني أنا بفضل إنه مش مرتين يعني لازم تحمم ثلاث أو أربع مرات خصوصي بالصيف لازم نعمل نتحمم أكثر من مرة بالأسبوع وهون لازم لما أخلع حذائي لما أروح على البيت لازم أحط حذائي في المكان المخصص لإله في خزانة الأحذية بس بدي أوصيكم هاي الفترة يا رابع إنتم بالبيت بدنا نلتزم بهاي الأمور غرفتك تظلها مرتبة أو عيكي مرتبين كتبك يا رابع هلا نحنا تعليم عن بعد وقاعدين بالبيت ما بدي كتبك مبعثرة يجب أن تكون على مكتب خاص فيك أو بالحقيبة وما تكون موجودة في كل البيت هلا ويجب علينا أيضا الاقتصاد يا رابع في استهلاك الماء في تنظيف اليدين وتنظيف الأسنان يعني مش نخلي الحنفية فاتحة وإحنا منظف أسناننا أو منغسل إيدينا ولازم أستخدم منشفتي الخاصة فيي لتنشيف اليدين ثم أعيدها بمكانها الخاص وكمان لازم أنظف المخسلة عند الانتهاء من غسل الوجه وتنظيف الأسنان وما أترك أي أثر لمعجون الأسنان أو الصابون في المخسل لازم أنظفه مكاني ولازم أغسل شعري زي ما حدثته سابقا مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع بالماء الفاتر ونظفه منيح من الصابون وما يظل الصابون عالق فيه هلا هون عنا سلوكات خاطئة في استخدام أدوات العناية الشخصية السورة الأولى ماذا؟ شو السلوك الخاطئ فيها؟ أحسنتم أنه ترك الأدوات مباثرة مش محدودة في المكان المناسب لإلها الخاص لإلها السورة الثانية أنه الطفل عم بيقص بأضافره بيقص بالأضافر في المكان الغير مخصص لتقليم الأضافر يجب أن يكون عنده سلة نفايات حتى يحط فيها الأضافر السورة الثالثة عنا سلوك الخاطئ فيها هو عدم وضع المنشفة في المكان المناسب لإلها وهون عنا الإسراف في استخدام الماء وهيك يا مسي نكون خلصنا الدرس الثاني من الدرس الأدوات العناية الشخصية وزي ما حكيت لكم مو مطالبين في كل إشي بس رؤوس أقلام يعني كيف نهتم بأدواتنا الشخصية كيف أحافظ عليها ويعطيكو ألف عافية ترجمة نانسي قنقر